طيب أنا هروح معاك هنتكلم في تفصيلاً النهاردة القادة هي حلوة عشان إيه نتكلم في اللي بيحصل في الكرة بشكل عام بس ليه قلتلي أنا مكنتش معني الزمالك ما يلعبش المباراة ده لقاء أو دي سمعة مصر اسم مصر اسم كرة مصرية طبعاً وشئتها مع بيت الزمالك والأهلي هم قطباء القرى المصرية ولما يبقى اللقاء ده بيستنى الوطن العربي كله وفيه فرقة ما تلعبش أو فرقة ما تروحش أو ما المطش يتلغي أكيد 100% الناس كلها بتزعل على مستوى الوطن العربي كله كل الناس بتستنى ده لقاء ديربي كبير إفريقي عربي موجود طول التاريخ من أول ما بدأنا كرة فصعب جداً إن انت تقول إن مطشي زي ده الناس في مصر بتستنى من الشهر للشهر ولا من السنة للسنة بيبقى متشين في السنة ولو فيه بطولات إفريقيا ولو فيه سوبر لو فيه الناس بتستنى المطش ده بالذات لإن ده هو الكريزة بتاع الدوري الحاجة الحلوة بتاع الدوري فلما يحصل ضربه وفيه فرقة ما تلعبش أو ما يتمش المتش أكيد 100% الناس كلها بتزعل أنا واحد بيزعل أنا عايزة شوف الزمالك ضد الأهل عايزة أنا كراجل زمالكاوة عايزة شوف الزمالك وبيكسب الأهله عايزة شوف الزمالك وبيعمل مطش كويس على الأهل نفس الكلام نحنى حغاله جمهور الأهل عايز شوف الزي الاهل هو بيلعب الزي مالك وبيكسب الزي مالك ما عطش انت بتستنى من السيزون للسيزون انت بتطلع احنا بطلع بنتكلم بنحلل الفرقتين بنحلل وجهات نظر المدربين بنتكلم على الجمهور على متعة الجمهور المناظر اللي بنشوفها في الملعب الحاجات تي كلها لا غنى عنها يا كريم لا غنى عنها بأي وضع